اشتركوا في القناة في ادارتها للازمة الصحية الطارئة التي نمر بها حيث شكلت توجيهات جلالته داعما مهما للحد من التداعيات المترتبة على هذه الجائحة والحفاظ على مستويات نمو الاقتصادي لصالح الوطن والمواطنين منوها معالي بجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حفظه الله والمتابعة المستمرة التي يقودها صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الاعلى النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله واداراته المتميزة لفريق البحرين في ظل هذه الظروف واشار معالي رئيس مجلس الشورى الى ان اشادة جلالة الملك المفدى بعطاءات وجهود ابناء الوطن في مختلف مؤسسات الدولة يشكل حافزا ودافعا لبذل المزيد من الجهد والعطاء والتفاني والاخلاص في اعلاء اسم مملكة البحرين ترجمة نانسي قنقر